بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدنا تصيبه هذه النفحة أو نفحة من هذه النفحات لا يشقى بعدها أبدا أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهنا دائما إلى الخير فصلوا وسلموا على من علم الناس كل الخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البداية اسمحوا لي أرحم فضل الشيخ أحمد ممدوح من أبناء الأزر الشريف الشيخ أحمد أهلا بك أهلا بك أستاذ حسن ومرحبا خلينا نقف عن معنى الحديث نعم ومعنى الكلمات التي نرددها نعم وندندن بها نعم يعني نقولها دايما عشان دي يعني فيها مبادئ فيها نواحي إجرائية فيها مكتسبات فيها عوائد فيها أجر عظيم في منفع لي وليك وللناس كلها من خلال أن أكون متبعا لسيدنا صلى الله عليه وسلم إن نفحت بقى إن لربكم في أيام ده لكم لنفحت الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آمين آمين يا رب العالمين خليني أفكر سيدة المشاهدين الواحد اللي بيشوف أهل الله بيشرب منهم بعض الكلام الحلو تكروا معايا في حلقة من الحالات قلنا البركة في الكفوف مش في الحروف النهاردة بقى أقول للشيخ أحمد بخصوص الحديث الشريف وخصوصنا بنسمع من أهل لي يقولك إيه لله خواص بالأزمنة والأمكنة والأشخاص نعم الله شوف 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 كلامهم حلو إزاي ما أهل لي كلامهم حلو كلامهم كده في سكر زيادة كل كلامهم زيادة لله خواص لله خواص للأزمنة والأمكنة والأشخاص نعم نعم وصدق قولهم وسبحان ربي العظيم أحسنوا وأجادوا وأفادوا وفسروا ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى هذا الاجتباء وهذا الاصطفاء هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار الله فاختيار الله سبحانه وتعالى له حكم وليس حكمة وله فوائد وعوائد له فوائد وعوائد كلام أهل الله حلو كده فوائد وعوائد حتى أول ما تسمعوا الودن تطرب وأول ما تعي القلوب هذه المعاني تمتلئ والقلوب أوعية وخيرها أوعاها والقلوب إيه أوعية هذا كلام سيدنا الإمام علي رضي الله عنه إن لربكم في أيام دهركم لنفحت هذا محض فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المرحومة هذه الأمة المكرمة هذه الأمة المشرفة هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل على سائر الأمم ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في حديث جميل جدا مدى حب الله سبحانه وتعالى وعطائي لهذه الأمة مقارنة بسائر الأمم السابقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة تبارك وتعالى أن أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من أول النهار إلى وقت الظهر على قيرات من اشتغل من الصبح للظهر وياخد أجر معين 100 جنيه مثلا فقالت اليهود نحن فعملت اليهود ثم قال من يعمل من وسط النهار أي من وقت الظهر إلى وقت العصر على قيرات فعملت النصارى فقال من يعمل لي من وقت العصر إلى وقت المغرب على قيراتين هياخد أجر مضاعف هيشتغل وقت قليل وياخد أجر مضاعف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم هم أنتم اللي اشتغلتم قليل وربنا ادلكم العطاء الكتير فاعترضت الأمم السابقة فقال الله عز وجل كما قال المصطفى هل انتقصتكم من أجوركم شيئا هل انتقصتكم من الأجور اللي وعدتكم بها فقالوا لا قالت النبي صلى الله عليه وسلم فذلك فضلي أوتيه من أشاء هذا بيان لمدى حب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمم وحافظ الحقوق للأمم السابقة نعم حافظ الله الحقوق للأمم السابقة الله سبحانه وتعالى عدل عملهم بعدله وعملنا بفضله ورحمته عملهم بعدله وعملنا بفضله ورحمته فكان من فضل الله علينا أنه بين لا تمر الأزمين الطويلة إلا وتأتي نفحة نفحة من نفحات ربنا جل وخلا خواص الخواص الخصوصية بتاع الزمن بقى اللي بنسميه الزمن الشريف الزمن الشريف المكان الشريف والشخص الشريف الشخص الشريف ما هو دي الخواص بقى الخصوصية الخواص ولذلك احنا عايشين في شهر شعبان شهر فضيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهذا الشهر العظيم وكان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب وفي الإسلام جاء شهر رمضان شهر رمضان المعظم المبارك المليء بالرحمات فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت أنظارنا نحن ألا نغفل في هذا الزمن الشريف ما بين زمانين شريفين ما بين زمن شهر رجب المعظم بين رجب الحرام وبين شهر رمضان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه من الطاعات والقرومات يلا بدأ وقت أن يغفل الناس يغفل الناس بين رجب ورمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام يقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم من ذلك جاء صلاة قيام الليل دي صلاة غالية أوي أوي أن تقوم الليل لي لأن الناس كل الناس بتنام نعم وتخفل يعني بحكم الطبيعة نامت ولكن وصلوا بالليل والناس والناس نيام ده مقام مقم محبّين وكما يقولون وكما يقول أهل الله كل محب يحب أن يخلو بحبيبه لما واحد ولله المثل الأعلى عايز يكلم حد فيما بينه كده بينه وبين صاحبي ألفة فيريد أن يخل به يجلس معه وحده لا يريد أن يشاركه في هذه الجلسة أحد فما بالك إذا كان الحبيب المحبوب هو الله سبحانه وتعالى وبعدين فمن أحب اشتاق ومن اشتاق وصل والمحب مشتاق ولو كان موصولا اللهم اجعلنا من الموصولين دائما يا رب العالم القاصل ونرجع لحضراتكم خليكم معنا